مساء الخير هذه الحرة الليلة وانا حيد المحرابي ونبدأ الساعة الأولى من ملف الهدنة في الحرب في غزة حيث ستطرح الإدارة الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة ما أسمته المقترح الأخير للتوصل لصفقة بين حماس وإسرائيل والذي ادعت أنه سيشمل انسحابا إسرائيليا من محور فلادلفيا نتنياه أكد أن بلاده قد تناقش الانسحاب من محور فلادلفيا في المرحلة الثانية من الصفقة مع حماس ولكن فقط إذا تم إثبات قدرة طرف ما على منع عمليات التهريب عبر المحور فيما تقول حماس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ما زال يماطل بينما تؤكد أطراف إسرائيلية عدة ورعاة الوساطة أن مواقف نتنياه متناقضة حول الهدنة ومحور فلادلفيا نتساءل إذا المشاهدين عن تفاصيل المقترح الأخير الذي أعلنته واشنطن للتوصل إلى صفقة بين حماس وإسرائيل وأيضا ماذا وراء التضارف في تصريحات نتنياه بشأن الانسحاب من محور فلادلفيا أكدت تقارير صحفية أن المفاوذين الإسرائيليين أبلغوا مختلف الوسطاء في المفاوذات حول وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق صراح الرهائن بأن إسرائيل مستعدة لسحب جيشها بالكامل من محور فلادلفيا خلال مرحلة ثانية من اتفاق محتمل وحسب نفس المصادر فإن الرسائل التي تلقاها الوسطاء جاءت رغم تأكيدات رئيس الحكومة بنيامين نتنياه على ضرورة استمرار وجود القوات الإسرائيلية في الشريط الحدودي بين غزة ومصر من جانبه أعلن البيت الأبيض أن المقترح الأخير لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه إسرائيل يشمل انسحابها من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة على طول محور فلادلفيا في المرحلة الأولى بينما ستشمل المرحلة الثانية من الاتفاق المقترح انسحاب إسرائيل بالكامل من قطاع غزة وهو ما يتناقض بقوة مع تصريحات نتنياه عن بقاء الجيش في محور فلادلفيا من أجل منع حماس من الحصول على الأسلحة وإعادة بناء قدراتها حسب تعبيره وفي نفس السياق نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن إسرار نتنياه على إبقاء التواجد العسكري الإسرائيلي على الحدود مع مصر يشكل عائقا كبيرا أمام التوصل لتوافقات ويثير توترا مع القاهرة وحسب نفس المصادر فأن تشكيل قوة فلسطينية مدربة من قبل الولايات المتحدة هو السيناريو الأكثر احتمالية لحماية الحدود بين القطاع ومصر وجاء في التقرير أن الاتحاد الأوروبي أعرب عن استعداده للعودة لمراقبة معبر رفح بالتعاون مع السلطة فلسطينية وأن القاهرة ستؤيد هذا الحل من جهة أخرى أفادت مصادر مقربة من حركة حماس أن الحركة رفضت الاقتراح الإسرائيلي حول الانسحاب من محور فلادلفيا في المرحلة الثانية وجددت إصرارها على انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع بما في ذلك من محور فلادلفيا في المرحلة الأولى مؤكدة أنه لا توجد ضمانات للوصول إلى المرحلة الثانية وللحديث أكثر معي من واشنطن آرون دايبد ميلر مستشار سابق لعدد من الحكومات الأمريكية في مفاوضات الشرق الأوسط الكبير البحثين في كارنيجي سيد ميلر أهلا بك معنا أريد أن أبدأ مما ستطرحه الإدارة الأمريكية في الأيام القليلة المقبلة وأيضا أسمته المقترح الأخير للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس هل يعني تسميته بالأخير اللامجالة للمماطلة بعد طرح هذا المقترح أو هذه الخطة المرتقبة؟ لا أعرف ما إذا كانت الإدارة استخدمت عبارة آخر فرصة ليس آخر فرصة ولكن قالت هذه المقترح الأخير أسمت المقترح بأنه الأخير آخر مقترح يختلف عن آخر فرصة الإدارة مستعدة على ما أعتقد أن تضع شيئا على الطاولة وهو آخر مقترح وأعتقد أن النتيجة المحتملة هي نعم ولكن من الطرفين لأن كل هذه القضايا نتساريم، فلاديلفي وعدد الرهائن الذين سيعادوا ويطلق صراحهم مقابل عدد من السجناء الفلسطينيين وهذا موضوع كبير في الجانب الفلسطيني ويفتح تساؤلات كل هذه القضايا يمكن أن تحل المشكلة هي الإلحاحية ولا توجد إلحاحية لدى النتنياهو والسنوار ونتيجة لغياب الإلحاحية أو قلتها لا يوجد إحساس لدى أي من الطرفين كي يكون فعالا ومرنا ويساعد الوسطاء في حل هذه المشاكل وغياب الإلحاحية وغياب المصارعة لدى القائدين هذا سيؤثر ليس فلاديلفي أو عدد الرهائن أو عدد السجناء الفلسطينيين أكبر عقبة هي حقيقة أنه لا السنوار ولا نتنياهو يرون أي ميزة الآن في إغلاقي أو الوصول إلى اتفاق بناء على الشروط المعروضة لم نرى المقترح إنه من ثمانية عشر فقرة الإدارة تقول أن أربعة عشر تم الاتفاق عليها ولكن مرة أخرى لا أعتقد أن المسألة هي التفصيلات ولكن السؤال الأكبر وهو أن الطرفين لا يساعدان بما أنك تتحدث سيد ميلرد لو سمحت لي تتحدث عن السنوار وكذلك عن نتنياهو لو أخذنا نتنياهو كمثال وموقفه بالفعل وبالضبط من هذه الصفقة تحديدا محور فلاديلفي على سبيل المثال هناك أنباء كانت تقول بأن هذه الصفقة وحتى جانب الأمن الإسرائيلي كان يرجح أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من هذا المحور نتنياهو ظهر غير مرة وقال وأكد بأن إسرائيل لن تنسحب من محور فلاديلفي هذا الأمر كما هو معروف حماس ترفضه اليوم هناك أيضا تصريحات لنتنياهو بأنه يقول قد تفكر إسرائيل بالانسحاب في المرحلة الثانية الآن السؤال ماذا يريد نتنياهو بالفعل أن يفعل بهذه الصفقة أنا حاولت أن أطرح هذه الفكرة أعتقد أنه يحاول أن يحسن من موقفه أعتقد أن من الواضح جدا أن ممر فلاديلفي مهم ولكن هناك وسائل أخرى يمكن استخدامها للتطرق للموضوع عدى التواجد الإسرائيلي أعتقد أن التنازلات الخاصة بالانسحاب وبالمناسبة ممر فلاديلفي الإسم لا يمكن أن تجده في أي مسودة عرضها الوسطاء هذه النقطة أضافها رئيس الوزراء وأعتقد أن التنازل حاليا هو الاستعداد أن يبقى في الممر في المرحلة الأولى ستة أسابيع ثم إذا كانت هناك مرحلة ثانية وأعتقد أن من المحتمل جدا أن لا تكون هناك مرحلة ثانية عندها هو مستعد للنظر في موضوع الانسحاب السنوار من ناحية ثانية أو أخرى وقد أعطى تعليمات بإعدام ستة رهائن بما فيه مواطن أمريكي هذا جعل المفاوضات صعبة جدا لأنه أزال أي تأثير يمكن أن يكون للوسطاء خاصة للولايات المتحدة تأثير على نتنياهو ورأيت بيان مات ميلر بالأمس قال الأمر يتطلب طرفين ليتفاوض ولكن الطرفين غير متساويان والولايات المتحدة لا تعمل حسب هذه الحقيقة ولكن سيد ميلر لو سمحت لي في هذه النقطة تقول بأن بعد إعدام المختطفين ومن بينهم أمريكي ربما هذا قلل من فرص تدخل وضغط الولايات المتحدة الأمر كان حتى قبل عملية الإعدام لهؤلاء الرهائن كانت هناك انتقادات بأن الضغط لم يكن كافيا حتى يغير نتنياهو موقفه وبالتالي الآن السؤال إذا سألت قبل قليل عن ماذا يريد نتنياهو الآن أسأل ماذا يريد الوسطاء هل بالفعل يريدون إنهاء هذه الحرب وإطلاق صراحة الرهائن إذا كان الجواب نعم فلماذا لا يتم الضغط المناسب لتحقيق هذه الغاية هل شاهد آخر 11 شهرا عندما الإدارة حاولت أن تفرض نوع من العقوبات على إسرائيل نتيج من أجل تسهيل مرور المساعدات الإنسانية لغزة لو نظرت على آخر 11 شهرا لا استطعت أن تجيب على سؤالك نحن على بعد أقل أو حوالي 60 يوم لأهم انتخابات في تاريخ الولايات المتحدة الحديث ومن غير المحتمل جدا أن أي إدارة سواء جمهورية أو ديمقراطية تريد أن تخوض معركة كبيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال هذه الفترة لو السنوار يعتقد أن إعدام سترهاء كان يمكن أن يقوي من موقفه وحججه الخاصة بالتفاوض ربما هو أساء التقدير أساء الحكم على الإدارة أفضل ما يمكن أن يحصل عليه في أعقاب هذا المقترح الأخير هو نعم ولكن من الطرفين وكما نعرف حتى لو اتفق على مقترحات الوسطاء الأخيرة نحن لا نرى تنفيذ للمرحلة الأولى وهذا سينجم عنه تبادل محدود للرهائن والسجناء وعدد من السجناء الفلسطينيين ومساعدات إنسانية ووقف إطلاق الناس هذا كلام كله مفهوم سيد ميلر ولكن حتى نلخص الإجابة وتكون واضحة لي وكذلك للمشاهدين ماذا تقصد بأنه خلال الفترة الماضية الولايات المتحدة أرادت أن تفرض عقوبات وتقول بعد ذلك بأنها لا تستطيع أن تواجه رئيس الحكومة لأنها في موسم انتخابات يعني ماذا يفهم المشاهد من هذه الإجابة لا يمكن أن توفق بين الإثنين إسرائيل وحماس غير متساويان في عيون الجمهور الأمريكي ووزارة العدل والمنظومة الاستخباراتية والكونغرس الأمريكي وبالتأكيد إدارة بايدن وهنا يكمن في رأي عنصر غير مفهوم لماذا الولايات المتحدة كانت مترددة في استخدام النفوذ لديها على الإسرائيليين طيب الآن كنا نتحدث قبل قليل عن محور في الأدلفية وكما ذكرت بأنه لم يكن موجودا أو هذه التسمية لم تكن ضمن الحديث عن أي صفقة لأن الحديث عن قطع غزة بكليته ومحور في الأدلفية ضمن هذا القطع نريد أن نستعرض بعض المعلومات أرجو منك أن تبقى معي وكذلك للمشاهدين عما يجري أو يتم الحديث به عن محور في الأدلفية القاهرة مؤخرا استضافت محادثات بين مصر والولايات المتحدة بمشاركة مسؤولين إسرائيليين لبحث آلية لمراقبة محور في الأدلفية الحدودي بين قطع غزة ومصر سيبنى حاجز محصن تحت الأرض على الجانب المصري من محور فيلادلفيا الصحيفة نقلت عن مصدر المطلع على المفاوضات قوله إن الحاجز سيتضمن أيضا أجهزة استشعار لتتبع بناء الأنفاق على طول المحور الذي يمتد لمسافة 14 كيلو متر أيضا بحسب هذه الخطة سيحمل حاجز الجديد من فوق الأرض جنود مصريون من قوات النخبة وستكون مهمتهم منع التهريب الصحيفة نقلت أيضا عن المصدر المطلع على المفاوضات وآلية مراقبة محور فيلادلفيا قوله إن الولايات المتحدة ستمول على الأرجح تشهيد هذا الحاجز وآلية المراقبة سيد ميلر هذه المعلومات وما زلنا طبعا في إطار الحديث وهذه الخطط ولم يحصل شيء أكيد حتى هذه اللحظة برأيك حماسة التي تقول نحن متمسكون بالخطة التي طرح الرئيس بايدن في مايو الماضي هل ينفع معها أو لإقناعها مثل هذه الآليات بأن يكون هناك جنود مصريون هم الذين يشرفون وتكون هناك مستشعرات على طول محور فلادلفيا لمراقبته قبل استيلاء حماس على قطاع غزة وانقلابها على فتح حقيقة الأمر كانت هناك آليات مناسبة لمراقبة الحدود كانت هناك تشكيلة من الأدوات الفنية وبعثة أوروبية كانت موجودة والسلطة الفلسطينية كانت موجودة والإسرائيليون مارسوا نوع من الرقابة أيضا كانت هناك عدة عناصر سويا اجتمعت على الأقل لخلق آلية يمكن أن تصفها بأنها عبارة عن مراقبة المعبر ولكن استيلاء حماس في 2007 خلق موقفا فيه حماس مسيطرة وأعتقد إذا عدنا إلى الموقف الخاص بالعناصر الأخرى التي يمكن نشرها تحتاج إلى مقاربة مختلفة في غزة وحاليا أنت لا تتوفر لك هذه المقاربة مرة أخرى أعتقد أنه من غير المحتمل أن الإسرائيليين سيوافقون على أي شيء في المرحلة الأولى لا يشمل نشر قوات لهم ربما نشر كثيف للقوات ربما يخفف من هذا الانتشار ربما على ممر ثماني كيلومترات يبدو أن السيد نتنياهو عرف بالموقف العلني لإسرائيل خاصة في المرحلة الأولى سوف يصر على نشر بعض القوات الإسرائيلية هل أعتقد أن حماسي يمكن أن تقبل ذلك واضح ليس الآن زعيم المعارضة يقول إذا غادر نتنياهو محور فلادلفيا هو يقول بأنه يتعهد بمنحه دعما وطنيا وكذلك دوليا لعودته إلى المحور بمعنى يريد يائر لابيد أن يقنع نتنياهو ينسح بالآن من المحور يأخذون الرهائن أو المحتجزين وبعد ذلك يعطيه دعم للعودة هل يعتقد بأن حماس ستقبل بهذه الخطة الواضحة والمفضوحة بهذه الطريقة الإجابة لا ولكن أي أحد يراقب السلوك الإسرائيلي على مدار الإحدى عشر شهرا الماضية عليها أن يفهم وأن يدرك أن المجتمع الدولي لن يوقف أو يضغط على إسرائيل بشكل ناجح أعتقد أن لبيد أو أي أحد يحاجج أعتقد أنها حجة مشروع الإسرائيليين سينسحبون كلية من ممر فيلاديلفي ورئيس الوزراء يقول لا لا يمكن أن نعود نتيجة لما يسمى بالمجتمع الدولي وهو سيمنعنا ولكن المجتمع الدولي تقريبا لا شيء لم يفعل شيئا لكبح جماح الإسرائيليين في مواضيع أكثر جدية من نشر قوات في ممر فيلاديلفي وفي عالم مثالي هناك السلطة الفلسطينية يمكن أن تنتشر هناك وأيضا برنامج مساعدة مراقبة الحدود الأوروبي ووظيفة عملية بين الإسرائيليين وبينهم ولكن هذا أو لا يوجد أي شيء يشبه فترة ما بعد الحرب في غزة وإحساسي إذا لم يكن هناك موضوع ممر فيلاديلفي فهناك مواضيع أخرى ويبدو أن هناك مطالب جديدة من قبل حماس لزيادة عدد الأسرى مقابل الرهائد شكرا لك اعتذر المقاطعة لأن الوقت انتهى لهذه المقابلة من واشنطن عارون ديفيد ميلر مستشار سابق لعدد من الحكومات الأمريكية شكرا لك قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك لو إنه يتوجب على جميع الأطراف البدء في المرحلة الأولى من صفقة الرهائن في غزة والتي لا تشمل انسحابا كاملا للجيش الإسرائيلي من القطاع أو محور فيلادلفية لم يذكر فيها أضاف لو في تصريحات على هامشي مؤتمر معها الدراسات الأمن القومي في إسرائيل أن الولايات المتحدة تعتزم الضغط على الأطراف للتوصل إلى تسويات تؤدي لإبرام صفقة تطلق الرهائن من غزة وتؤدي لحل دبلوماسي في الشمال سنضغط لإيجاد مرونة في المحادثات والعثور على مفتاح الحل الدبلوماسي لأن الطريقة الوحيدة للوصول إلى الهدف الاستراتيجي الذي تصفه بشكل صحيح خطتنا هو التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة والإفراج عن الرهائن والمضي قدما في المفاوضات مع حزب الله في لبنان من خلال لبنان لتوصل إلى حل دبلوماسي المرحلة الأولى لم تطالب بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة أو ممر فيلادلفيا ممر فيلادلفيا يقع في غزة ولا يوجد أي ذكر لممر فيلادلفيا في الوثيقة نفسها فالوثيقة تشير إلى مبادئ عامة مبادئ عامة مبادئ عامة